السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا الفيديو الجديد نتحدث عن المنتخب الوطني المغربي دائما هو عن لائحة شوتنبر المقبل لائحة نونيو نتحدث علىها الآن لائحة يونيو قربت لومة 23 مايو قربت بالزرح نتحدث على لائحة شوتنبر اللي عاد تكون في بداية الموسم المقبل موسم 2023-2024 الموسم الكرويش وتنبرى ان شاء الله كنتظن ثلاثة او لاربعات الجاوال من الدوريات ان شاء الله بداء الدوريات المعروفة بطبيعة الحال كنظر على الدورية الخامسة الكوبرة الدوري إسباني لقد قربت بارسيل على الفوز ديالة بالليقة وفوز ريال مدريب كأس مالك إسبانيا الفرق كبير فرنسا يقربت باريسا الجرمان انها تدي الدوري هناك ألمانيا وبروسيا ودورثمونت قربت كثير من أي وقت مادة إنجلترا ومانشيشتر سيتي على الفوز بالدوري إيطاليا ونابولي طبعا على الفوز كذلك بالدوري إذن عرفنا بارسلونة ونابولي ومانشيشتر سيتي الدورية فرنسا ألمانية باقي نعرفه يمكن هذا الأسبوع لأنه قرر الدوري الألماني النياية وهذا الأسبوع هذا الدوري الفرنسي مرشوش بقي جوجد الجوالس أولا ثلاثة إذن هاتش اللي كين نرجعوا اللائحة دينا ديال شوتنبر نحن نتحدث فقط للائحة الدفاعية شهر شوتنبر المقبل نجيب يقدر وليد راجل كوتش دينا شهر شوتنبر عنده جوج مقابلات مقابلة ليبيريا اللي عند الظروف المغرب ومقابلة أخرى تقدر تكون مقابلة ودية مع أحد الملتخبات الإفريقية اللي عاد تكون استعدادا لتصفية كأس العالم نعاس بدا في شهر 11 وكذا الكأس الإفريقية اللي عيبدا في شهر واحد إذن نبدأ المدافعين دينا بقلب الدفاع ودبل كابيطالو دينا اللي هو غالم سايس اللي عنده 32 سنة لاعب بطولة تركية اللاعب اللي كندن عنده سكوين فرنسي بطبيعة الحال واللاعب اللي يسبق له اللاعب في البطولة الإنزليزية هذا اللاعب هذا صراحة من اللاعب المهم اللي داخل المنظومة المغربية وصراحة بطولة تركية اللاعب لأن البطولة تركية لم تكن معها غالم سايس غالم سايس من الآخر بطولة الإنزليزية كبيرة بطبيعة الحال ولكن البطولة تركية لا توجد على القائن كما نقول غالم سايس إذا كندن أنه غالم سايس من الأحسن أنه يبدل بطبيعة الحال البطولة لأن البطولة التركية كما نعرف لا توجد بطولة كبيرة نحن بأنه في مركز الثامن أو التاسع أوروبيا لا توجد عالميا هذا ما يوجد مدفع الثالث ينقل بقلب الدفاع لا توجد نايف أكرد لتكون مغربي وذلك اللاعب في الفتحة الرباطية كما نعرف اللاعب ويستهام الإنزليزي اللاعب تكون مغربي اللاعب في البطولة الإنزليزية يدعو الافتخر شيء يجب ان تتخبره كثيرا لاعب مغربي اللاعب في البطولة الإنزليزية اسماعي تاخذ بحظة الأدASH للمنطقة الأدASH والتاجح من البطولة الإنزليزية شيء يدعو الافتخر صراحة كافتخره في أكريد الذي يقدم وجهة كبيرة الآن مع ويستهام وفي المقابل الآخرة بداعي إصابة خفيفة وخصصاً ويستهام لديه نهاية أوروبية نهاية كأس المؤتمر الأوروبية ويستهام لتعرفوا قيمة الدوري الإنجليزي فرقة التي كانت تنافسها لتبقى في الدوري الإنجليزي هذه وصلت إلى كأس المؤتمر الأوروبية لديه نهاية في فيرونسين وعندها حدودها أنها تفوز بهذه الدوري لكنها تفوز نهاية في دولة تشيك لديه حدود كبيرة لتفوز بهذه الدوري الإنجليزي لتعرفوا القيمة الدوري الإنجليزي لديه المدافع الأخلي وشهاد رياد لديه 19 عاماً وكلاعب كقلب دفع كانت منه وشهاد رياد اليوم من ثلاث ألعب بارسلون مقابلة أخرى من الدوري الإسباني كانت تفوز جولة 36 لما أعتقد مع بلد الوالد لديه مقابلة مهمة بلد الوالد بلد الوالد جد مهدد أن نتعود القسم الثاني وكانت منهم بارسلون تعمل بعض التغيرات ويشهد مشاركة شادي رياد في قلب الديفع لأن بارسلون فازت بالليغة ومعند علاج تلعب تشابي صراحة أنه فازت بالليغة ومع فارق الريال سوسيدا شرك اللاعبين كاملين ولكن الريال سوسيدا تسافذت أن للأسف الشديد تشابي صراحة سيعطي فرص للاعبين الشباب لأن بارسلون فازت بالليغة يساعد الموسم المقبل لا يكون سهل هذا الموسم فازت بالبطولة ولكن الجمهور سوف يقوم بارسلون ودائما في إسبانيا لا يستطيع أن يقوم بالليغة اليوم عندهم مقابلة كبيرة بلد الواليد قدنا ضد بارسلون بلد الواليد مقابلة حياة أو موت اليوم أمام بارسلون من أجل الثلاث نقاط ولا شيء آخر ممكن يبقوا في القسم الوطني الأول كانت منهم حتى بلد الواليد أمام بارسلون لأن بلد الواليد كانت توفر الأربعات المغربة لا يمكن أن يبقى معها المؤكد أنه موالية مقابلة ولكن ظهر فضال التهامي لم يكن لا يمكن أن يبقى معها والذي انتقلوا في شهر ينائر المهم بلد الواليد مع مرة نادر المنتخب الوطني المغربي وسماعين قاندوس الذي لديه 25 عام الأصدر التي تصنع له أنه لاعب قلب الدفاع لاعب انتراض الرافع ولكن باقي لا يمكنك مع المنتخب الوطني المغربي إذا باقي لا تستطيع أن تحكم سماعين قاندوس مونتاز إذا كنت أتمنى أنه لم يكن لديه في يونيو لائحة يونيو التي تكون في نهاية الموسم سماعين قاندوس لأن سماعين قاندوس الذي نسمعه لاعب الذي تعتبر من لاعب المزيانين الأصدر التي تصنع له أن لاعب مونتاز صراحة في قلب دفاع خاصة نحن نعانيه نرى في كأس العالم كنا نتعطره كثير كثير ولكن صراحة الذي كان قام بحاة المونتاز وهائل جدا نحن الضاهر الأيمان نحن بدأ أشرف حكيمي 24 عام لعب السابق دورت موريال مدريد انتر ميلانو صراحة أننا الذي نطلب من أشرف حكيمي يريد الأجواء لأن الأجواء الباريسانجرم لا يجب أن تكون لائم أشرف حكيمي مثل قول جروج المواسيم ثم صافي يريد الأجواء من أحسن الدور الإنزليزي والعب الدور الإسباني والألماني والإيطاري والفرنسي أقل الدور الإنزليزي يكمل خمس الدوريات الكبرى أظن بعض الأخبار كانت تداول أنه مارشتر يونايتد و تيلسي كائنين كيهدروا عليه بالأحسن يمشي مارشتر يونايتد صراحة ويعمل مسيرة هناك مارشتر يونايتد فرقة كبيرة صراحة في العالم فرقة التي لديها تاريخ كبيرة فرقة التي لديها تاريخ كبيرة نحن عارفين باريسانجرمين لا يوجد تاريخ كبير إذن صراحة لأشرف حكيميه يكون أكبر مزيانة هذا الموسم والنهاية الموسم بطريقة جميلة لأنه يخرج من باريسانجرمين لا يخرج من اللاعبين كثار هذا الموسم كما يعرفين لاعبين كثار يخرج على رأس مليون الميسي فقط على كمال الموسم فقط لجوش ثلاثة المقالة الدولي فرصي وعيساني أمشي للاعب آخر وضاير أيمونكي هو المتخب كظاهر أيصال هو الناصر المضروي باير مينيخ الألماني يبدأ كلاعب المقابلات الأخيرة باير ميونيخ كأساسي بعد إصابة جميع المدافعين باير مئوية كبيرة فرق الأشرف حاكمي القديمة بروسيا دورتمون أنها قرر كأنه قرر وكأنها تدد دوري الألماني والباير مينوخ تخرج خارج فهذا العام تخرج فارغة لأنه مدد لا دوري بعد عشرة مواسم عشرة سنين ويقدد البطولات الألمانية متتالية ولكن عشرة للمواسم كأس ألمانيا لبطولات ألمانيا لتشامبيس لتحاجة وكأنه يقضى عليها باير مينوخ والإدارة والذي جاءت على هذا المدرب في نهاية الموسم كانت نتائج مقبولة المدرب الآخر عن ماذا كان تدعاء يحيى أعطية العام لعب الويذاد البيضاوي كأس العام لأس ألماني كميت الويذاد البيضاوي هذا سنقوم بتخليص المدرب في طبيعة ألحال لعب الويذاد البيضاوي لعب المبولي الفرنسي فهو لم تحاجم لعب البيضاوي صراحة أيضا من جميل الموجهة لكي لقد أمضح căكبر في قطر سنقضح وهو واحد لوجه كبير صراحة بان على مستوى الرائع صراحة يحيى عطية الله بان على مستوى كبير صراحة بان بمستوى كبير وهناك اخر لعب اللي عنده 18 سنة وعيدت له الرجل في اللائحة الاخرة وهو ايوب العمراوي لعب نصف فرنسي تكون فرنسي للاسف في هذا ايام اخر فارق نيس مبقاش كعب البتاتان ايوب العمراوي لا تشكيله الاساسية ولا الاحتياطية هذا مشكل كبير ايوب العمراوي يشوف هاد المشكلة ويشوف علش المدري مبقاش كينسلو واشا ديك اللعب اللي كاللعب عوطو شرجاء او لو اللعب اخر كان موصا مطرر ويشوف صراحة ايوب العمراوي يشوف صراحة الاساسية لا تناقش باش يبقى دائما يتنادي على المنتخب وخاي يقول لك بالسبب الناس حاكم جيش لا يتنادي على المنتخب ويشوف صراحة الاساسية لا يتنادي على المنتخب اذا هذه الشكلة المناسبة للمنتخب اهلا وطني اهلا وغريب اشتركوا في القناة